الحقيقة قبل ما ابتدي حلقتي وفي اي كلام او اي اخبار في موضوع لازم نتكلم عنه ونترحه مع حضراتكم اولا خلينا ابتدي الحكاية هو ليه علاقة بكرة اليد بس خلينا ابتدي الحكاية منذ البداية البداية كانت في شهر 7 اللي فات عشرين عشرين لما الدولة المصرية خدت قرار باستئناف النشاط في الدولة كلها وكان من ضمن هذه القطاعات هو قطاع الرياضة وتم طبعا استئناف الرياضة اتحاد الكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر عمل اجتماع وخد رأي الجماعة العمومية واغلب الفرق اللي بتلعب في مباريات الدور العام كل الفرق بالكامل رفض التستأنف النشاط او هقول لكم طبعا يعني في طبعا في امور تانية ليه او في حلقة تانية اسباب الرفض ايه ولكن النادي الوحيد النادي الوحيد اللي اصر على استئناف النشاط هو النادي الاهلي انا بقول تاني النادي الوحيد من كل الاندية طلبه بإلغاء الموسم النادي الاهلي الوحيد اللي طلب باستئناف النشاط وتاني بقرر ان موقف النادي الاهلي كان موقف سابت في كل الاتحادات وكل الجامعات العمومية ولم يختلف هذا الموقف باختلاف موقف النادي الاهلي من جدول البطولات دي وبالمناسبة النادي الاهلي كان ساعدها في المركز التاني وأثر على استناف النشاط في حين انه عنديها تانية رفضت استناف النشاط عشان من ضمنها يعني سريعاً توفير النفقات وتخفيض عقود اللاعبين وهذا يعني من كل النواحي قال لك لا يا عم انا مش عايز الموسم يكمل بعد إذنكم الغلو الموسم النادل اهلي قصر طيب لما الاتحاد قالك طب خلاص انا هلغي البطولة تحت ضغط من اندية اخرى قالك لا طب انا هاجل طب هلعب السيدات لعب السيدات واجل مباريات الرجال طب هتقول لها يا كابتن طب ايه الغريب في كده انا اقول لك الغريب في كده ايه الغريب ان تم تأجيل الموسم او الماتشاط دي ست شهور او سبع شهور كان مفيدة لعب في شهر تمانية اتأجل تمانية تسع عشر احداشر اتناشر واحد اتنين هتتلعب تلاتة هتتلعب واحد هتتلعب واحد مارس يعني نتكلم في سبع شهور واحد ابريل كمان اقول كمان يا تمانية واحد ابريل تمان شهور انا اسف هتلعب واحد ابريل تمان شهور هل يعقل ألعب بطولة بعدها بتامن شهور طيب هقول لكم كمان اللي حصل اللي حصل ان النادي الاهلي كان عايز يلعب فانت اجلت ضرتني انا عايز العب انا قلت العب في حين ان النادي المنافس لما قال يعني مش عايز ألعب انت أجل النادي المنافس ما عملش صفقات جديدة باستثناء اللهم صفقة ولا حاجة ومش هتأثر معاه النادي الأهلي قعد بناء فريق من جديد استغنى عن خمس لعبين وتعاقد عن سبعة جداد المجموع اتنشر لعب تاني سبع لعبين جداد تعاقد معهم النادي الأهلي ما كانوش في قيمة اللي فاتت ومشى خمس لعبين طبعا استغنى عنهم عشان يفتح مكان للسبع اللي جايين مع ناس تانية واكذا يعني اتنشر لعب يعني انت غيرت اتنشر لعب طب يا كابتن كل ده جميل لا الجميل بقى لأقول لكم عليه ان القرار الاتحاد اليد استئناف البطولة اللي فاتت بالقيمة اللي فاتت وده معناه حرماننا من اتنشر لعب يعني هنلعب مبارياتنا نقصين او المباريتين الفضلين مع نادي تلاقي الجيش ونادي الزمالك نقصين اتنشر لعب ده يرضي مين وبأني قانون في العالم يقول ألعب بطولة بعدها بسبع شهور بقيمة قديمة مين يقول كده في الوقت اللي انا كنت بقولك يا سيدي ألعب من اول يوم قعدت تأجل 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 بصوا يا جماعة احنا ما بنطالبش لالينا في المجاملات ولا بنحب المجاملات ولا احنا عايزين القوانين واللوائح هي اللي تتم وهي اللي تقوم وهي اللي تقام لما نلاقي تكتلات بالشكل ده ضد النادي الاهلي لا يبقى الموضوع فيه غلط حاجة غلط طب هتقول لي تكتلات ازاي كابتن انا اقولك تكتلات ازاي بعد مباراة النادي الاهلي ازلفاتت الاهلي والزمالك وانتهت بفوز نادي الزمالك 28-27 والنادي الاهلي بالمناسبة عمل مباراة كويسة جدا 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 وقدى اللي عليه ولكن التوفيق في قرار او اتنين او لعيب او اتنين مش معنى كده ان انت لعبت المباراة وحش انت عملت المباراة جيدة غاب عنك التوفيق لك الحمد ولك الشكر يا رب ولكن في رئيتنا تعظيم سلام طيب تاني يوم تاني يوم المباراة مباشرة النادي المنافس يبعت فاكس او ايميل او خطاب على الاتحاد بيطلبوا باستئناف الدورة اللي فات الله طب هو الجواب ده ما تبعتش قبل المطش ليه التساؤلات حد يرد علينا طب اتبعت بعد المطش طب لو كان الاهلي اللي كسر كنت هتبعت الجواب انا ما اتكلمش من يابي حد بس انا بقولكو اللي حصل وبعد ما الجواب اتبعت بعديه بيومين اللي هو النهاردة او تلت ايام يطلع قرار من اتحاد اليد بانه يعمل ايه يلغي مطشين واحد اربعة وثلاث اربعة واربعة اربعة لما تذكر اللي هما كانوا موجود فيهم مطشات في الموسم الحالي يلغيهم ويحط المطشين بتوقع الموسم اللي فات يعني هو خلاص كان حط جدوله لا ده عد الجدول السنة دي عشان يلعب مطشات السنة اللي فاتت بعد خطاب جه من النادي المنافس طب هتقول لها كابتن طب ما هو دي كان ده ما هو كده يعني باللي احنا شايفينه ده ده كانت تلقى ضد النادي الاهلي طب يا جماعة ده صالح المنتخبات كده احنا كده بنلعب طب ما احنا كده هنقول ان فيه علامات استفهام كبيرة جدا عن لعب عن عدم مشاركة عدد كبير من لعبة النادي الاهلي في المنتخب وهقول لكم ليه وهطلع من انا بصوا هنطلع من دي هنخش في موضوع تاني بس اقول لكم كده علامات استفهام كبيرة جدا اسلام حاس وغيره ما كانوش بلعبوا ليه ما وكده خلينا نفتح بقى الباب لمجالات احنا مش طالبين غير الحق لو انا بقول كلام غير الحق يا جماعة بعد اذنكم عندكم صفحاتنا قولوا لي يا كابتن انت بتقول كلام مش حق هل يعقل ألعب بطولة نقص 12 لعيب عشان الاتحاد تخبط تخبط في قراراته لألعب ألغي ألعب ألغي وفي الاخر خد قرار باستيناف النشاط وانا اللي كنت مع استيناف النشاط يتدرر واللي كان ضد استيناف النشاط هو المستفيد طب يا جماعة بقاني عقل وبقاني منطقي يتقال كده طيب هل اطلع بقى الحاجة تانية هتقول لي طب يا كابتن لا ده انت بتقول كلام كده لا انا اقول لكم ما بقولش كلام مرسل في مطش الاهلي والزبالك اللي فات اخو زوجت المدير الفني لمنتخب مصر المدرب الاسباني برنده اخو زوجته تواجد في المباراة طب المباراة من غير جمهور تاني معلش تسمعني كده المباراة من غير جمهور طب هو حضر بصفته ايه حد من الجهاز الفني المنتخب حد من الجهاز الفني الناديين حد مهتم ححد عناصر اللعبة لا طب هتقول لي يا كابتن ما يحضر عادي انت زعلان ليه لا ده حضر وليه بستشرت النادي المنافس ونزر الارض الملعب بيحتفل معاه لا مش عادي مش عادي طيب يعني هل يعقل يا جماعة ما هو كل ده بيدي مؤشرات معلش انا انا راجل يعني قولوا ان انا راجل يعني انا بقى لي في الرياضة دي 35 سنة بلعب رياضة انا بصراحة ما شفتش كده انت كده بتفتح الباب انت كده بتفتح الباب لكل الاحتمالات وكل الامور الوردة يعني انا ولاقي بقى المطش ده يحصل استفزاز للاعبة النادي الاهلي بالفوز ويحصل استفزاز لجهازه الفني نعدي كل الكلام ده طيب ولاقي تاني يوم جواب مبعوط والجدوى للمسابقات بتعدل هو فيه يا جماعة هو فيه يا جماعة هو احنا اللي بنتطلبه ده غلط انا بقول لك استقنف النشاط بس بالقائمة الجديدة يا سيد انت عندك قرارين وهم دول العدل والحق وحق ربنا والله يا جماعة لو بقول كلام مش مظبوط انا مكنتش هقوله لو شافني ده الحق مش هقوله انت عندك احتمال من اتنين يا تلغي المسابقة تلغيها تماما يا اما تستقنفها بالقائمة الجديدة انما تستقنفها بالقائمة القديمة يبقى ده لمصلحة حد مش لمصلحة يعني ده مش لوجيك